اخبار اليوم شهد رواء كلمنا عن الجولة الحركة عملتها داخل مدرسة الإبراهيمية وبعض المدارس الأخرى داخل محافظة القاهرة الجولة تهدف إلى طلع المدرسة بدونها نحن طلبات لأنهم المعملين بالترجيع والمعملين بالتعليم والتعليم فما ينفع شيء أن يحصل بصروبات للطلبة والتقلق في المدرسة المدرسة الدرسة حتى نهاية العامة للأصل فالفترة ديتي مقبول طبعا لا تنفيذ المدرسة النهاية السموة العامة ولكن في شكل تاني مش نمطي في شكل محاضرات هتجمع فيه بكل طلبة علم علوم واحده، علم رياضة الوحده، أدب الوحده وإن كان فيه محاضرات بتجمع الكل زي المورد العامة المجليزي وعارضي وحكاسي فالمراجعة دي هتكون مراجعة شاملة للمنحة بكله ثم يتضرق ويحل المنزل في طاقة أسنة الوزارة والمفروعة وبعد كده يتضرق فيه بمتحانات ومهارة التعامل مع وراك الأسئلة والحل وبعدين يحل كل المتحانات حلنا الموزنة وكل طلب القائد من نفسه هل هناك تنسيق مباين المحافظة ومباين وزارة التاريخ والتعليم؟ ليس فقط في هذه التجربة لكن في تجارب أخرى؟ الغربة إحنا نفسناها السنة التي فاتت في القرى البصر والباب الشهرية وقلناها تجربة كوليسا فحنا نعممها في بائل مطارات المقرى العرقية والباب الشهرية ففي لقاءات دمجانات الدمجانات الدمجانية والشهرية مع كل مدير والإقدارات التعليمية نعم نحن عندنا مطلقة باسي بترجل تسعة أحية ومدنا في المنطقة الشمالية السبعة إقدارات التعليمية بترجل تام الأحية اه ونسقنا على أن كل إقدارة تبدأ تحظ دي اليوم ده ونحظة طبعا ما أصبحتني هو اليوم أول يوم يعني قد يكون نسبة الحضور يعني مش مية في مية ولكن بعد كده أعتقد أنها مية في مية ونقطة تلهابس الهدف رئيشة فنديم ومثلة هذه المرجعات النهائية لطلاب أسين ويرعا هو ليها بعد يعني صدي يعني نحن نحاول نحن نخفف العب على كائل للأمر ونضي على الدروس الكرسوسية وفي الدروس الوقت المدرسة لازم تكون بدورها على أكمل وقت حتى آخر يوم في الدراس والطالب لابد أنه هو يعرف أن دي دولة المؤسسات ويحضر في المدرسة نعم نجلس بطاوب بيته اللي بتعلم فيها تكل داحق اللي بتعلم فيها العقيم والمسلم والمتماوي ولا ويرسخ جواب كل الحاجات الجميلة لأنه هو نفس الطالب دا ليحنا جاء بلد المطر شكرا